شارك الرئيس عبدالفتح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يعقد على هامش أعمال النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية والمنعقدة في مدينة سانت بيترسبرغ وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة الافتتاحية شهدت إلقاء كلمات لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب رئيس جمهورية جزر القمر باعتباره الرئيس الحالي للتحاد الافريقية مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي والإنساني يشمل أيضا تنظيم 38 جلسة موضوعية تم توزيعها على أربعة محاور هي الاقتصاد العالمي الجديد والتكامل الأمني وتعزيز السيادة والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا المعلومات والتعاون الإنساني والاجتماعي